دشن وكيل أول محافظة أبيان وليد بن ناصر الفضلي أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الطريق الدائري الدولي بمدينة الشقرة الساحلية لتسهيل الحركة المرورية لمركبات المواطنين الأفراد والشاحنات نقل البضائع وأكد وكيل أول محافظة أبيان وليد الفضلي أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع قادمة وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هادي للعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن الطريقة سيمتد لمسافة كيلو متر واحد بدءا من حافة السادة إلى مفرق البندر وسيعمل على إنهاء الاختناقات المرورية في الطريق العام داخل مدينة شقرة